فن التورية له أقسام، له أربعة أقسام، كلها تورية، ولكن تختلف الطرق التي تجرى فيها أو يجرى فيها أسلوب التورية فالتورية لها أربعة أضرب، فهي إما أن تكون مجردة، وإما أن تكون مرشحة، وإما أن تكون مبنية أو مهيئة المجردة، اسمها يدل عليها من التجرد أو التجريد التورية المجردة هي التورية التي ذكرت في نص ما، في آية، في حديث، في شعر، في نثر إلى آخره هذه التورية التي ذكرت في الكلام لم يذكر معها شيء يلائم المورى به ولا شيء يلائم المورى عنه التورية المجربة هي التي لم يذكر معها لا ما يلائم المورى به وهو المعنى القريب الذي لا يريده المتكلم ولا المورى عنه وهو المعنى البعيد الذي يريده المتكلم كقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى التورية هنا في قوله استوى كلمة مورى بها لها معنى قريب ولها معنى بعيد المعنى القريب هو الاستقرار في مكان، من الاستواء الاستقرار في مكان والجلوس فيه أما المعنى البعيد وهو المعنى الذي ندين به نحن هو الاستيلاء والاستعلاء والقدرة ومن هنا جاء الاختلاف أو الخلاف بين العلماء والأصليين الخلاف العقدي بينهم بين قائل بظاهر الكلام فقال هو الاستقرار في مكان وبين مؤول لهذه الآية ولهذا الفعل وقائل بأن المرادة هو الاستعلاء والاستعلاء والقدرة والملك الرحمن على العرش استوى جاء فعل استوى مورى به هذه هي التورية ولم يأتي معها شيء يناسب المورى عنه وهو المعنى المراد وهو المعنى البعيد الذي كما قلنا هو معنى الاستعلاء والملك ولم يأتي معها أيضا شيء يلائم المورى به وهو المعنى القريب فلذلك بقيت هكذا مجرد القسم الآخر هو التورية المرشحة التورية المرشحة هي تورية ذكر معها شيء يلائم ويلازم ويناسب المورى به وهو المعنى القريب الذي لا يراد الذي لا يريده المتكلم وهذه في الحقيقة هي أعلى درجات التورية أعلى درجات التورية هي التورية المرشحة لأنه يذكر لك لفظا تورية تحتمل معنيين معنى قريب لا يريده المتكلم ومعنى بعيد ثم يأتي لك بما يقوي وما يعضد المعنى القريب الذي لا يريده حتى تعتقد أنت أن المراد لا شك هو المعنى القريب ثم بعد ذلك يظهر لك خلاف ذلك وأن المعنى المراد هو المعنى البعيد الذي لم يظهر لك أو لم تظهر لك أي علامات وأي شيء يلائمه هذه التورية التورية المرشحة أيها الإخوة أيها الأخوات عندما بدأنا في هذه الدورة كنت أنوي في الحقيقة أن أتناول علوم البديع وعلم التورية تناولا عاما دون الدخول إلى التفاصيل ولكن وجدتني أنني لا غنا لي ولا غنا لكم عن أن نذكر الفروع والتفاصيل لكي تظهر لنا جماليات اللغة العربية ولكي يظهر لنا قدرة هذه اللغة وتوسعها الذي لا يوجد في أي لغة من اللغات الأخرى إذن ما دمنا أننا بدأنا نتكلم بأقسام وأضرب التورية إذن بدأنا نحن بالغوص في قيعان البلاغة وفي قيعان علم البديع وبدأنا نستخرج لآلئها ويواقيتها الثمينة نرجع إلى التورية التورية المرشحة قلنا هي التي يذكر معها شيء يلائم ويناسب المورى به وهو المعنى القريب الذي لا يريده المتكلم يزيدك إهاما يزيدك تورية يزيدك تخييلا هذا الملائم قد يذكر قبل لفظ التورية وقد يذكر بعدها أو بعده ما ذكر قبل لفظ التورية نذكر عليه مثلا وهو قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون في سورة الزاريات التورية هنا في قوله تعالى بأيد لها معنيان ككل أنواع التورية معنى قريب وهو اليد الجارحة ومعنى بعيد وهو القدرة على الخلق وعلى التكوين وعلى رفع السماوات ولكن الله عز وجل ذكر شيئا ملائما لهذه التورية لهذا اللفظ الذي حوى التورية ولكن ذكره قبل التورية بنيناها والبناء كما نعلم لا يكون إلا باليد إذن جيء في هذه الآية الكريمة جيء بلفظ التورية ثم جيء بما يلائم المعنى القريب الغير مراد فزادك هذا إهاما وهو أعلى كما قلنا درجات التورية قد يقول قائل منكم القرآن الكريم جاء بأعلى درجات البلاغة فلم لم يأتي أو لم تأتي التوريات فيه كلها من هذا القبيل من قبيل المرشحة لماذا جاء في كتاب الله تعالى بعض أساليب التورية من المجردة أو المبنية وهي دون المرشحة وهي أقل منها في الإيهام وفي مستوى البلاغة أقول لكم أيها السابة أيها الكرام أيها المشاهدون والمستمعون أقول لكم إن كتاب الله عز وجل جاء بلغات العرب وتحدى الله عز وجل العرب والمحادين له أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة منه أو بآية منه سبب هذا التحدي أو مركز هذا التحدي هو أن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب بكل أساليبهم جاء بالأساليب الرفيعة المستوى وبالأساليب الأقل منها ولكنها من لغة العرب جاء بكل أساليب العرب ليتحدهم به إذن فكتاب الله تعالى إعجازه ليس في ألفاظه فالألفاظ هي والأساليب هي أساليب العرب أنفسها لم يأتي بشيء جديد وإنما الإعجاز في كتاب الله تعالى إنما جاء بتركيبه بتراكيبه هذا التركيب الغريب البدع أو البدع من التركيب الذي ليس بشعر وليس بنثر وليس بسحر كما اعترف بذلك المحادون لله عز وجل ولكتاب الله فقال أحدهم والله ما هو بالشعر ولا هو بالنثر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلا إذن إعجاز القرآن في تركيبه وليس في أساليبه فالأساليب البلاغية هذه هي من لغة العرب نعم فلذلك لا يشترط أبدا في كتاب الله تعالى أن تأتي كل الأساليب من أرفع المستويات أبدا إنما هي من كلام العرب الألفاظ من كلام العرب الألفاظ العادية ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك كلام عادي الكتاب لا ريب فيه وقد يستعاض عنها بلا شك فيه مثلا نعم نرجع التورية المرشحة قد يذكر هذا الملائم قبل لفظ التورية كما قلنا والسماء بنيناها بأيد وإن لمسعون لو أن الله تبارك وتعالى قال والسماء رفعناها أو خلقناها بأيد لكانت مجرد ولكن جاء بشيء يلائم المعنى القريب الذي هو غير مقصود في الآية نعم فهي أكثر التوريات إهاما وقد يأتي الملائم هذا بعد لفظ التورية كقول القائل مثلا مزهمت من وجدي في خالها ولم أصل منه إلى اللثم مزهمت من وجدي في خالها ولم أصل منه إلى اللثم قالت قفوا واستمعوا ماذا جرى خالي قد هام به عمي طبعا التورية هنا في قوله خالي في بداية البيتين قال مزهمت من وجدي في خالها المعنى القريب هو خال النسب أخ الأم ولم أصل منه إلى اللثم قالت قفوا واستمعوا ماذا جرى خالي قد هام به عمي هنا جاءت الشاعر جاء بشيء بملائم للمعنى القريب الذي لا يريده ولكن جاء بعد لفظ التورية وهو قوله خالي عندما قال حكاية عن محبوبته خالي قد هام به عمي إذن هو لم يدع لك تقريبا شكا في أن المراد هو الخال خال النسب الذي هو أخ الأم لأنه جاء بلفظ العم مختلنا بلفظ الخالي في شطر واحد من البيت خالي قد هام به عمي ولكن المراد خلاف ذلك خلاف ذلك زادك إهاما المراد هو المراد من الخال هو الشامة السوداء في وجه المرأة الحسناء أو في خدها وهو مظهر من مظاهر الحسن عند العرض إذن التورية لها أقسام أربعة القسم الأول أن تكون تورية مجردة القسم الثاني أن تكون مرشحة كما قلنا أن يؤتى بشيء يلائم المورى به المعنى القريب الذي لا يريده المتكلم وهذه أقوى درجات التورية القسم الثالث أو الضرب الثالث هو التورية المبنية وهي خلاف المرشحة تماما وهي أقل منها بلاغة وجمالية أو جمالا وهو أن يذكر في التورية شيء يلائم ويناسب المورى عنه المعنى البعيد الذي يريده ماذا بقي من التورية بعد أن أذكر لك وأشير لك بشيء يدل على أنني أريد المعنى البعيد لم يبقى إلا شيء القليل وهذه أيضا تأتي قبل لفظ التورية وتأتي بعد لفظ التورية كقولي القائل أرى ذنب السرحان في الأفق ساطعا وهل ممكن أن الغزالة تطلع الغزالة الشمس التي تطلع علي الآن أرى ذنب السرحان في الأفق ساطعا وهل ممكن أن الغزالة تطلع المعنى القريب طبعا التورية هي في قوله أرى ذنب السرحان المعنى القريب هو ذنب الحيوان السرحان هو الذئب اسم من أسماء الذئب أرى ذنب السرحان ولكن عندما قال لك في الأفق ساطعا دل على المعنى البعيد وهو أول ضوء الفجر ذنب السرحان لا يطلع في الأفق وإنما الذي يطلع هو الضوء إذن هو أشار لك وهوّن عليك فهم مراده وكذلك في الشطر الآخر فهل ممكن أن الغزالة تطلع؟ أيضا لو قال أن الغزالة تهرب أو تركض أو تذهب لقلنا أن التورية هنا مرشحة ولكن قال أن الغزالة تطلع أراد بالغزالة هنا الشمس وليس الحيوان المعروف أراد بالغزالة الشمس نعم هناك قسم رابع من أقسام التورية وهو التورية المهيئة إن شاء الله سنذكرها في المقطع اللاحق وهو المقطع الأخير من المحاضرة الثانية في علم البديئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر